وجه رئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار المحافظين في متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المعظم لضمان ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين جاء ذلك خلال تفاقوده مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلين بشأن المركز الذي يطبق أحدث المواصفات التكنولوجية كما قام الرئيس السيسي بتجربة عملية عبر مركز العمليات من خلال إجراء اتصال فعلي بغرف العمليات التخصصية في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء والأقصر حيث اطمأن من المحافظين على إجراءات تفعيل المنظومة في كل محافظة موجها سيادته بالتنصيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى أهداف المنظومة